سهل الخير أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من كلام في السياسة حلقة النهاردة إحنا هنتكلم على التطورات الأخيرة والخطيرة اللي بتشهدها الأزمة الروسية الأوكرانية تطورات خطيرة سواء في الشق العملياتي أو في تداعيات على أهم ملفين بيتأثروا مباشرة بهذه الأزمة ملف الطاقة وملف الغزاء ولو إحنا بنتكلم عن العالم والأزمة العالمية المفروض إن شاء الله في 7 نوفمبر القادم العالم يأتي إلى شرم الشيخ في قمة المناخ أو مؤتمر المناخ حدث العالم كله بيتكلم عنه متوقع إن الحضور الرئاسي فيه أو الحضور على مستوى القمة فيه يتجاوز حتى الحضور اللي شاهدته الدورة الأخيرة من الجماعية العامة للأمم المتحدة بس مش ده الموضوع الموضوع إن فيه حالة من الرغبة في التشكيك والتشتيت وخلط الباطل بالحق بمعنى قضية المناخ لها منظمات مجتمع مدني معنية بقضية المناخ في أحزاب في دول مختلفة معنية بقضية المناخ جرى العرف في كل مؤتمرات وقم المناخ السابقة إنه يتم إتاحة المجال لهذه المنظمات وهذه الأحزاب وهذه وكل من هو مهتم بقضية المناخ إنه يعبر عن غضبه لما يجري من تغيرات مناخية طيب الكلام ده أنا جايبه من عندي لا أقول لحضراتكم كده شوية معلومات بسيطة يعني مش كتير يعني علشان ندخل في موضوع الحلقة نفسه وهقول ليه بأسس بهذا الكلام يعني يعني مثلا سنة 18 سنة 2018 حركة شباب من أجل المستقبل ودي مستوحى في الأصل من احتجاجات ناشطة سويدية اسمها جريتا تومبرج الحركة دي عملت احتجاجات خارج البرلمان السويدي وصلت لزروتها في نوفمبر 19 من خلال 4 مليون ناشط حول العالم تظهروا يوم جمعة واحد ضد تغيرات المناخ وأثار هذه القضايا سبتمبر اللي فات أكتر من 450 موقع في العالم كان فيهم مظاهرات حول المناخ نظمها ألاف من النشطاء أعضاء حركة أيام الجمعة من أجل المستقبل تمام؟ طيب بيطلبوا بإيه؟ كانوا بيطلبوا بدفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الاحتمال الحراري ألمانيا العاصمة الألمانية بيرلين كان فيها أكبر مظاهرة احتجاجية من قبل النشطاء دول بلغ عدد المشاركين فيها 20 ألف شخص على حسب ما نشرت الجارديان البريطانية في 23 سبتمبر اللي فات وهكذا يعني الزملاء مجهزين لقايمة طويلة جدا طيب يبقى ده طقس وعرف متبع فيما يخص مؤتمرات اللي بتتناول قضية المناخ مصر بطبيعة الحال لأنها بتستضيف الحدث أعلنت أنها بتتيح المجال للمعانيين بقضية المناخ أن هم يعبروا عن أرأهم فيما يخص ظهرة الاحتباس الحراري وما إلى ذلك على النحو اللي متبع في كل الدورات السابقة والتصريح كان في مايو الماضي من قبل حكومة المصرية على لسان السيد وزير الخارجية لما قال أن مصر ستسمح مايو اللي فات مصر ستسمح بتنظيم احتجاجات سلمية لنشطاء المناخ خلال قمة المناخ المقرر عقداء بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل نوفمبر المقبل هو شهر 11 يعني ما تروج له الجماعة الإرهابية هو في الأصل كلام باطل هم عادين بيصوروا أنه يبقى يكون فيه مظاهرات في شهر 11 خلاص والموضوع بصورة مغايرة تماما هذا الكلام بقوله احتراما لعقول حضرتكم